اشتركوا في القناة النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي ان ارفع الى سموكم الكريم باسمي وباسم جميع منتسبي الحرس الوطني اسمى ايات التهاني واطيب التبركات بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين على تأسيس الحرس الوطني سائلين الله عز وجل ان يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة وانتم تنعمونا بموفور الصحة والعافية وانني اذو بارك لسموكم هذه المناسبة العزيزة لا اعرب لسموكم عن بالغ الاعتزاز والعرفان لدعم سموكم المستمر للحرس الوطني والذي كان له الدور الكبير في تطور جاهزيته وكفاءته في اداء واجبه الوطني حفاظا على امن مملكتنا الغالية والذود عن منجزاتها الحضارية وسلامة مواطنيها تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعى ودمتم يا صاحب السمو برعاية الله سالمين موفقين الفريق اول الركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو العم العزيز الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ الشكر والتقدير تلقيت برقية سموكم الكريمة المهنئة بمناسبة ذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني وإنني بهذه المناسبة أود أن أعرب لسموكم وكافة منتسبية الحرس الوطني من ضباط وقادة وأفراد عن خالص التهاني والتبركات مشيدا بما تبذلونه سموكم من جهود مخلصة أسمت في تطوير مستوى جاهزية وكفاءة الحرس الوطني لتلبية الواجب والحفاظ على مكتسبات وطننا الغالي والذوري عن مقدراته وفق التوجيهات السديدة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعا داعين الله العلي القدير أن يوفق سموكم لكل ما من شأنه رفعة ونمى مملكتنا الغالية وينوديم عليكم موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والنجاح ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين ووفقين ابنكم سلمان من حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء